وللمزيد من المتبعة ينضم إلينا هاتفين الأستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي تحياتي لك أستاذ شريف تطوير النقل في العديد من المجالات هدف استراتيجي للدولة في إطار سعيها لتحقيق التمية الشاملة كيف ترى تلك الجهود في إطار رؤية مصر 2030؟ صباح الخير الأول مبلوك على مصر استطاع المعرض الهام اللي بيناعش تكنولوجيا بناء مزاكي بعد التوسعات الحائلة والتنمية الغير مسبوقة في مطر من حيث نسحات الاستطلاح الأراضي والمدن الجديدة وعاصمة إدارية جديدة وتطوير المدن الأديمة واستحداث شبكات طرق وشبكات مواصلات جديدة كل دوت ياخدنا أن عشان نقدر المنظومة دي يتم إدارتها بكفاءة عالية زي الفكر اللي عملها مطلوب منظومة نقل ذاكي ده اللي السيد الرئيس النهاردة بيشوفه أو شافه مع شركاء التنمية سواء شركات محلية أو شركات دولية أو شركات نظم معلومات أو شركات تكنولوجيا معلومات واتفصالات لأن بقى في مصر الجديدة الكومورية الجديدة هي دولة رقمية دولة رقمية بتدار كل منشآتها وخدمتها من خلال منظومات ذاكية بتعمل الصفرة والقيمة المضاقة العالية للاستفادة من كل الاتثمارات والمليارات والمدن اللي احنا شايفينها وحركة البشر سواء في التجارة أو في التنقل أو في السكن كل خدمات الحياة مرتبطة في الآخر بمنظومة نقل وعشان كده كان في توسع في شبكات الطرق وشبكات المواصلات القطار الزاكي المونرايل الأوتوبيسات الزاكية كل وسائل النقل الزاكي دي مرتبطة بشحن نقل مواطنين بمقل بضايع بتوصيل كل الكلام ده ما ينفعش ما كانش يبقى منظومة متكاملة بتكنولوجيا معلومات واتصالات وهو ده الاستاذ الرئيس شايفه النهار أستاذ شريفي شارك في المعرض نحو 250 شركة متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية مدلول مشاركة هذه الشركات في الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي طبعا المدلول واضح أن العالم كله بدأ يبصر مصر كدولة استثنائية دولة عملاقة في ظل تراجع دولي لمعدلات التنمية تبقى حتى الجائحة إلا أن الحمد لله مصر كدر اتفاض المشاريع القومية لعملاقة إنها تدي مؤشرات غير مسبوقة وحيارة كل مراكز الدراسات والخبراء والمراقبين اللي بيتابعوا إنه 50 شركة دول دليل على حاجة إنه محدش بيجامل دول جايين ناس تشتغل جايين ناس تستسمر فطاحب المال دوت مش بيرفع شعارات أو بيقيد وخلاص لا ده جاي لو ما لاقاش فرصة مش كلها يتيب سواء من بره أو من منطقة لكن أستاذ شريف من وجهة نظرك ما هو انعكاس حضور شركات إقليمية وعالمية أيضا في مثل هذا الحدث وهو معرض النقل الدكي وأيضا كيفية طبعا قدمة هذه أو هذا الحضور على تطوير قطاع حيوي مثل قطاع النقل المدول واضح وصريح الشركات الإقليمية والعالمية تبحث عن موضع قدم فيما يتم مصر من مشروعات عملاق السياسة كانت واضحة تنمية 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 الضواء المر تم اتخاذ قرار بي إن ما فيش مسكنات لكن فيه فلول يحل المشاكل من جزرها فيه لكبد السكاني ما فيه مدن جديدة فيه 2 مليون بيتولدوا كل سنة محتاجين حياة أفضل يبقى لازم طرق جديدة ومدن جديدة يوصلوا لها طب كل دول عايزين عمل وعايزين شغل وعايزين استثمارات يبقى لازم يبقى فيه منظومة كاملة متكاملة حل المشاكل الأديمة سواء عشوائيات بننقل للصحرة طب هيوصلوا ازاي هيعيشوا ازاي هيشتغلوا ازاي لازم منظومة العالم كله اللي هي الشركات والاستثمارات دي ما بتجملشي دي بتحسب حساباتها بالجنيه والقرش عندها مراكز دراسات عندها أرقام عندها إحصائيات عندها استنتجات كل ده بيجي مصر عشان يقول أنا جاهز لخدمة خطط التنمية وما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية والأساسية في كل المجالات تكنولوجيا في النقل في الزراعة في الشمول المالي في المنظومات الأمنية والأمن السبراني حتى في التعليم كل دوت موجود في مركز مصر المعارض الرئيس شافو وبننقل للعالم وبنقول للعالم آه ادي كل جاي لنا كل جاي يشتغل معانا الكل عايز يبقى له مكان في مصر اللي بينجح في مصر بينجح في أفريقيا اللي بينجح في مصر بينجح في منطقة الشرق الأوسط عندنا إمكانية للشراقة الإيجابية اللي ليها عائدات يقدر يقاط عليها بعد جائحة بعد أزمات مالية بيشهدها العالم كله احنا بنقول في مصر احنا عندنا قصة تانية احنا عندنا الحالة المصرية عندنا قيادة وعية عندنا قيادة خادف الخطوات الجدية في سبيل تدمية بلدها عندنا شعب مؤيد وعالف اللي بيحصل وكل يوم بتأكد للرد على أي استراءات ولا أي كلام لا العالم كله هو اللي بيجي لنا العالم كله اللي بيجي عائلينا العالم كله عادي يشتغل معنا دي شهادة دولية ما فيهاش أي نعمة للمجملة لتأكيد أستاذ شريف ولا قنوات موجهة لا لا دي ناس جايات يشتغلوا تستخدموا وصلت الفكرة أستاذ شريف أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي كنت معنا عبر الهواء وهبر الهاتف مباشرة